السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم بحيدور ومبارك عليكم الشهر وناسبت قدوم شهر رمضان وبلدنا اليوم حق الشيلد نقيت هذا التوبك من الكومنتات اللي قلت بولي سولونا بلد حق الشيلد وانا سويته هذا لسبب لان هذا البلد راح ينسك نير امية بالامية في الباتش الياي ان شاء الله والابديت هذا راح تشوفونا متنرف فاستغلوه في بوس معلق عنده في مكان حيث صعب استعمل البلد هذا راح يسهل عليك كوايد امور قبل لا ينسك نير والناس اللي تسألني تبي بلد حق انفيد هذا هم بلد قوي حق انفيد يشلع وانشوت انا اشلع بوس وانشوت قاد بها الكبر وانشوت الدمج اللي طالعه راح اشلع اي انفيد اشوفه جدامي وانشوت راح اوريكم بالمقطع بعض شوي تشيثة ثروع انفيدات ضحك بس مجرد ما اي يمهم يذبحهم على طول فاذا كنت اول مرة تتابعونا لا تنسون تشتركوا معنا بالغناة تتفعلون الجرس عشان يصلكم كل يديد واذا كنتوا اريد من ناسنا وحبايبنا اللي قادين يتابعونا فلا تنسون تدعمونا لاي كومنت وشير ونبلش في البداية باوريكم انا دمج البلد لحظة طبعا قولد انفاو هذي ثابتة عندي بفة دمج فري دمج قعيك راح تركب على اي بلد هذي على طول بعدها شربت البوشن السري طقيت لي هالجرس الطيب طقيت حركة الشيلد طلع سيوف وان شوت راح الاد العود اللي ليه الحين بولا بلد ذبحته وان شوت هذا اول مرة اذبحته وان شوت بها البلد لاحظة والحين عادين نفس الحركة خلاص بس تقرب السيشاتين على طول تروح تطب راحوا اوكي هذي الى سهلين امشوا هذا بوس بوسين بها الفايت لاحظة وهذا الاول لاحظة وبس يا الله وايد 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 دمجة والله وايد طق الجرس طق حركة الشيلد بالألتو يروح انمحه يلا اللي بعده طق حركة الجرس الطق قلتو يطلع ثلاث سيشاتين السيشاتين على طول تروح من تشوف تاركت راح تدش فيه ثلاثة اربعة تبيب طق واحدة شوه لك الشيلد لك انت بوس شوف رحنا راح بس انتهى هني لو مو قال دمي نقص شان اشتغلت التلزمن اللي انا حاطه فشان هم راحب وان شو هذا بوس ثاني طق جرس طق شيلد قرب على البوس انتهينا لعبك خلاص بس تقرب شوف جريه بالنص طبعا من بوس لبوس طبعا الديفنس يفرق فيه بوسات راح تنشي لعب وان شوت فيه بوسات يبيلهم طاقتين فيه بوسات يبيلهم ثلاثة ويمكن فيه بوسات يبيلهم اربع البوسات الصابع احنا المشكلة بهالجيرلي من كثر منفضين بوسات قاعد اطلع بوسات بالتفك ابي بوسات تدمج عليهم اتجرب البلد راح احنا المشكلة بهالجيرلي من قوة見وا احنا المشكلة بهالجيرلي increase ثلاثة تدمج عليهم احنا المشكلة بهالجيرلي من قوة مناسب صحيح ابيلهم احنا المشكلة وهو بوساتي سلم لي الله 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 أسكين الله أسكين 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 يعني غاشني يارا زي دبحت الهوست أين زيين طبعا الأوفاند هذه بس عشان جولدنباو كل المحتاجة 25 ثيث عشان استعمل جولدنباو هذا هو الشيلد اللي أنا مستعمله و أبحاث عليها هالآش وفور و راح أوريكم إياها بعد شوي القير ما لا علاقة تلزمن شارد أفلكسندر أساسية اللي أنا قاعد أستعمل السكيل ما للشيلد ريشي والسورة في تلزمن أشبيك فل يزيد دمجك طو تحت طبعا عندي أنا هلقى رورة محتاج فيها أزيد دمج الماتجك والجرس على أساس أقدر أستعمل حركة الشيلد و راح نوريكم من وين ينب هذي لكلهم لو أيانا هني حق الآش وفور أديش على الآشات هذي الآش اللي أنا أبيها حلو ولازم تتكت يوم أطيق عليها حق ماتجك لأننا نحن مدعمين شغلنا كله في الماتجك اللي على الشيلد عشان الآش وفور هذي تسرع صرع الشغلة الثانية اللي هي البوشينات نفسها بالميكس ووندر أنا محتاج أزيد هذا هم دمج الماجيك بوست ماجيك دمج و راح أقول لكم من وين تيبونها الثاني مو هما كيفك ثاني وحده نق اللي يتمي أول شي عندنا هنا في الديبيت بورال اللي نبنيبه هنا الحين الشيلد طبعا الشيلد راح يكون عبارة عن انفيد موجود حلو قبل لاندش على بوس المدينة هذي الساحرة فكله عليك امش على هالدرب واعتقد ان كل من مخلص هالبوس عنده الشيلد هذا يعني ما راح يكون شي صعب لكن انا حطيتها للاحتياط حق الناس اللي توهي ممكن مبلش اللي لعبة وما وصلت حق هالمكان فعلقال عارفة الشيلد من وينيه حيل من البداية كهو بالضلط من تبلش هالبوب هني راح تلقى انفيد بس تذبحه راح يطيح لك الشيلد الشغلة الثانية نبي نيبل الورف آش من الرويال مجازين نقراود بصوب ابراج راني على طول من هنا طبعا هذي بومفير بومفير ميني بوس بس تفوض عليه وطلع واخذ يسار وامش على هالدرب اللي يقولك راح يكون فيه هنا طيحة فوق قلعة فانا بنطيحة خل نيشانك هذي الخنفسانة بس تطيح من هنا طبعا فيه طيحة ولا لكن انا على طول على الثانية بس ما نمو ثلاث حاتي منتزل هنا عندك خيارين اذا انت حيل ما شيف القصة راح تشوفها ميت ورح يطيح لك البل بيرنج بس عادي لا تخاف ما يضيع لك شيء اذا مو ميت راح تلقى عايش وتكلمه وتقدر تشتري منه الاشفور اذا كان ميت راح تأخذ لازم ترد البيس ترد البيس تروح حق العيوستين تعطيها البل بيرنج هذي على اساس اقدر اشتري الاشفور كاهم من اروح حق الشوب 2 راح تلقى بداي بالبيرنج اططق عليه كاها الاشفور سعرها 3000 اشترها عسا تقدر تركبها عالشي بالنسبة حق اول تلزمن 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 اليكساندر طبعا بكوسلاء اليكساندر راح اطلقهم الرابط والوصف امشوا بالكوسلاء عشان تحصلون شارك اليكساندر لان هي باخر الكوسلاء اللي بعدها طبعا الريتش والسورد موجودة هني بلاكس رون راح نيملها البونفير ونكمل الروح راح نبطل شست وداخلها راح نحصر التلزمن هذي طبعا انا قاعد استعمل هذي التلزمن باكثر البلدات يعني تكملة ماتة بيها عادي مضرور لكن مالة اليكساندر لصراحة هي اقوى واحدة لانهني مني ينزل اشبيك البسف مالة التلزمن هذا راح يروح لكن انا حاط عسان اجرب يعني دايما انت استارت الفايت عندك يكون انت راح تبلش الطق اول طق في الفايت فحلوة يعني لو ما كان فيه بطل الشست حصلنا رتول سورد تلزمن اللي بعدها منصوب لس كير رون تعالوا هني على اساس راح نحصل الجرس الجرس اللي يعي يطلع لي نفس سولة السولة هذي اذا طقيتها بالشيلد راح تصير ثلاث ستشاتشين حلو لانه لو شيلد بس اطلق التو وما راح يصير ولا شي هي كمبو لازم تطق السولة هذي الجرس طلع لك نفس حركة اذا طقيتها بالشيلد راح يصيرون ثلاث سيوب فالناس ما انتم شاهفين اول ما اني هني ما في بوس ما في ولا شي بس بطل الشست راح تحصر الجرس تحطه مع الفلاسكات سوب الفلاسكات عشان نقدر انطقة الحين حق البوشن السري او حق البوشن السحري طبعا بني طبعا هذو الماتيريالات ملوك البوشنات ما يطيحون الا من الشيار اللي موجودين هني داما يكون يحرسهم بوس اذا ذبحنا البوش يطيح لنا الشغلات اللي احطهم بالبوشن عساس ااخذ البفة هذي طبعا انا لانا ما اخذهم بجيرني 1 كلهم ومصوره هني بجيرني 2 فما راح تشو عقب ما اذبح البوش ما راح يبينون ولكن راح يطيحون لكم هني ثلاث ثلاث ماتيريالات واحدة حق الماجيك بوفة حق الماجيك واحدة حق الثاندر وواحدة حق الهولي فايزي بس نذبح البوش هذا على طول راح تحصلهم ثلاثتهم على طول وبشيدي خذينا كل الايتمات كل عليك الحين روح البومفير ناس ما شفت أنا سويت في بداية المقطع رح تحق الميكس وأنا قاعد على البومفير حطيت الماجيك حطيت التاليزمن لفل الشيلد لفل شغلك وديش تجرب البلد ترى البلد إشي فاخر قبل لا ينصلك نيرف أتمنى المقطع عجبكم سامحونا على الإطالة لا تنسونا باللايك والكومنت والشير شوفكم في مقطع ثاني سلام شكرا